اهلا بكم الى موجز اخبار الان صرح مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية بان ما نشرته وكالة الانباء القطرية لا يمت للحقيقة باي صلة وانه استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق جاء ذلك بعد تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي من امير دولة قطر بعد دقائق من اتمامه تمركزت وحدات من الشرطة الاتحادية في قضاء الشرقات شمال محافظة صلاح الدين تمهيدا لبدء عمليات اقتحام اخر مناطق احتلال داعش بمحافظتي صلاح الدين وكاركوك وبدأت القوات العراقية التحركة صوب محافظة كاركوك ضمن خطة عسكرية تستهدف تحرير قضاء الحويجة ونواحي اصيبت اسرة كاملة بجروح جراء قصف متفعيل قوات النظام على احياء بلدة عين ترما بريف دمشق الشرقي وتزمن القصف مع شباكات متقطعة بين المعارضة وقوات النظام في محاولة من الاخيرة التقدم في جبهات بلدة عين ترما قالت الامم المتحدة انها وشركاؤها لديهم خطة لمنح ثلاثمائة الف من مسلمين روهينغا الفرين من ميانمار الى بنجلادش طعاما ومأوى ورعاية صحية وغيرها من الخدمات حتى نهاية العام الجاري واكد الناطق باسم الامم المتحدة وجود خمس وكالات اممية في مخيمات الروهينغا في بنجلادش وان سبعة مليارات دولار من صندوق الطوارئ ستتيح مساعدة المحتاجين بشدة قتل ثلاثة اشخاص على الاقل واصيب سبعة اخرون في هجوم انتحاري على مطعم بمدينة جنوب الصومال تبنته جماعة الشباب المتطرفة الى ذلك اعلنت القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا قتل احد متطرفي جماعة الشباب الصومالية في غارة لطائرة امريكية دون طيار اعلن المركز الامريكي لمراقبة الاعصير ان قوة الاعصار ارما اشتدت مجددا الى الدرجة الخامسة القصوى ليلة السبت مع بدء الاعصار المدمر باشتياح جزيرة كوبا بعدما خلف خسائر بشرية ومدية جسيمة من جهة اخرى اغلق المؤشر ستاندرد ان بورز خمسمائة الامريكي منخفضا مع ترقب المستثمرين لخسائر محتملة جراء الاعصار ارما المتجه صوب ولاية فلوريدا في الوقت الذي هبطت اسعار الخام الامريكي اكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة بفعل المخاوف من تضرر الطلب على الطاقة بشدة لقي واحد وستون شخصا على الاقل حتفهم بعد ان دمر اقوى زلزال تتعرض له المكسيك منذ اكثر من ثمانية عقود مباني وتسبب في اجراء جماعي للسكان من عدة مناطق وثار تحضيرات في اماكن حتى جنوب شرق اسيا ولحقت اضرار الجسيمة بعدد من المباني في مناطق بجنوب مكسيك نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة